اشتركوا في القناة 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 أو إنقامة الحكومة بإعداد برنامج عمل في المرحلة القادمة نقدر أو يقدرون يأخذون من هذه العمل اللي بنقوم به شيء ملموس برنامج عمل الحكومة واضح وهم كون من ست محاور المحور السيادي المحور المالي والاقتصادي المحور التنمية والبشرية والخدمات الاجتماعية محور البنية التحتية محور البيئة والتنمية الحضرية ومحور الأداء الحكومي هاي واضحين فخلنا نستذكر وياكم بعض أهم الإنجازات في كل محور في المحور السيادي الحقيقة بداية أود أن أشكر قوة دفاع البحرين اللي يسهرون ليل ونهار على حماية هذا الوطن صار لهم سنتين ونص وهم في عمليات خارج البلاد وضحوا بأرواح وإصابات وتعب وجهد والحقيقة يعني مهما شكرنا ومهما قديننا تحية حق الرجال والنساء البواصل بنكون مقصرين في حقهم ثانيا في السابق والحقيقة الفضل الراجع لوزارة الداخلية والتضحيات الكبيرة اللي قدموها على مدار هذه الدورة الأربع سنوات فبعد مشكورين باكون مقصر إذا ما شكر بعد السلطة التشريعية يعني من خلنا نقول البند السيادي هذه الحكومة مملكة البحرين بقيادة سمو العم العزيز شيخ خليفة من سلمان حققت أن هي أنجزت اميو اثنين هذا القانون ومرسوم في هذه الفترة وهذا رقم الحقيقة يعني نفتخر به لو أنه يمكن الرقم نفسه أقل من الدورة السابقة لكن لو تحسبون عدد المواد اللي في القوانين بتشوفونها أكثر بكثير يعني هذا شيء طيب الحقيقة فبعد أشكركم وأشكر السلطة التشريعية من ناحية المحور الثاني هو المحور المالي والاقتصادي ومن المهم أن نستذكر الأرغام العام الماضي نشوف أن النمو الإجمالي 3.2 هو يعتبر من أعلى نسب النمو في الخليج وهذه شيء يعني يشرف وإذا شفنا أن الأرغام الثانية اللي هي يمكن الرغم المهم لابكم تركزون عليه هو الأربعة فاصل ثلاثة هو النمو الغير نفطي يعني إذا الإجمالي 3.2 والغير نفطي هو 4.3 معنات أنه فعلاً القطاع الخاص قاعد يشيل العب على النمو وهذا يعني من الأهداف أو من المخرجات التي نريدها فهذه شيء طيب إذا تذكرون إحنا اليوم نواجه ظروف مالية صعبة لأنه بحكم نزول سعر النفط وحطينا سياسة واضحة مكونة من ثلاث مبادئ على أساس أننا نطلع من هذه الأزمة أول شيء هو خفض المصروفات وثاني شيء هو زيادة الإرادات وثالث شيء هو زيادة حجم الاقتصاد فإذا نرى يعني أو نشوف شقدرنا نحقق في هالأربع سنوات وما كان سهل الحقيقة الشكر موصولي لشيخ خالب بن عبد الله وعلى كل العمل العظيم اللي قام به قدرنا نوفر لحد هذه اللحظة ثمانمية وثلاث عشر مليون دينار من المصروفات المتكررة والعامة طبعاً جلالة الملك حثنا أن نحن نوصل إلى نقطة التوازن فإن شاء الله الله يوفق ولازم إذا وفرنا ثمانمية وثلاث عشر للأسف لازم بعد نوفر ثمانمية إضافية فهذا هدف لازم كلنا نكون مدركينه وعارفينه لكن أنا مطمئن أن نحن نقدر نحقق هذا الشيء المبدأ الثالث اللي هو رفع حجم الاستثمار أو رفع الاقتصاد يعني نتيجة لسياسات حكومية الحقيقة تنافسية وحديثة وبالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية قدرنا نزيد حجم الاستثمار عن العام فقط بامية وثمانية وخمسين في المئة هذا يرغم عالي جدا فمشكورين الحقيقة طبعا ما انتهت السنة فنتوقع أن يعني إن شاء الله بعد الاستثمارات تتي في هذه المرحلة وإن شاء الله يعني المبالغ اللي هي مهم إنها تعلن وتعرف نقدمها في نهاية السنة في وقتها المطلوب لكنهذا هذا خبر جيد حددنا احنا في حكومة البحرين عدد من القطاعات اللي احنا بنعتبرها أولوية للنمو أولهم طبعا النفط هذه ما يبقى لشرح هذه شيء اعتمدنا عليه وشيء من ورثناه من أباء وإجداد شيء جديد ابتكرناه اللي هو الخدمات اللوجستية ويمكن لاحظته في العرض العمل اللي صار في جسر الملك فهد وانخفاض عدد ساعات الانتظار حق الشاحنات وحتى إن شاء الله في المستقبل حق المسافرين وصرنا من بلد كانت على الحدود يتكدس الشاحنات اللين توصل وتوقف على شارع الشيخ عيسى وتسبب خطر على السائقين اللي لخمسمائة شاحنة ستمائة شاحنة آخر رغم شفته أسبوع اللي مضى يمكن صفر أو خمس أو عشر شاحنات اللي تنتظر وهذا شيء طيب فالشكر موصول إلى وزارة المواصلات ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية ووزارة المالية مشكورين الحقيقة ما قسرته الصناعات التحويلية هذه قطاع بعد مهم لأن الوظايف اللي تخلق من وراء الصناعة ووظايف فعلية وفيها عائد وعائد جيد الاتصالات وتكنولوجية المعلومات الحقيقة هذه قطاع مهم وآخر إنجاز واجد شركة AWS اللي هي Amazon Web Services بعد تنافس شديد مع بعض الجيران بعض الجيران في الخليج وبعض الدول اللي في شمال أفريقيا هذه ما كان عمل سهل الحقيقة اشتغلوا عليها وزارات كثيرة من وزارة المواصلات الداخلية المالية التجارة والصناعة آمين من العمل تنافس شديد ولأول مرة البحرين تفوز يعني بلا أي شلون أقولك بلا أي شبهة فازت بجذب هذا الاستثمار اللي إن شاء الله بيحقق فوق فوق المليار من الاستثمار على فترة عشر سنوات وهذا شي طيب مبروكين خدمات المالية دائما كنا نسمع أن البحرين هو مركز للبنوك والمعاهد المصرفية وهذا شي طيب فهذه من الأمور اللي إحنا نشوفه وطبعا بنعلن إحنا السنة عن القطاع جديد اللي هو قطاع السياحة لكننا تأخرنا الحقيقة فيه لكن اتمدنا سياسة جديدة اللي هي تطوير المنافذ تطوير الإقامة تطوير الفعاليات وتطوير الترويج فالشكر موصول إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة وشفنا في هذه السنة زيادة 12.8 في عدد السياح وهذا شيء يعني الحقيقة تشكرون عليه ونهنيكم عليه مشكورين هذه في موضوع يمكن احنا نعتبره جزء من تراثنا لكن في حكومة البحرين اعتمدنا سياسة جديدة لأهمية صناعة اللؤلؤ الطبيعي هذا نبتدي صغير لكن إن شاء الله نحنا نقدر نحقق نجاح في هذا القطاع بديننا في حماية الهيرات ويمكن اجتمعتوا عن بعض المشاريع في الشمال وفي الشرق تنظيم وتشجيع الغوص للولو وكلكم شفتوا الفرضة الجديدة والرخاص والتنظيم اللي صار ونشكر الحقيقة خفر السواحل والمكتب عندنا ومجلس التنمية اللي حقين مرة ثانية مشكورين وتأسيس شركة حكومية وهذه مهم اللي فحص اللولو احنا اليوم البحرين معروفة أنها كانت عندها مختبر لفحص اللولو وكانت الشهادة معتمدة دوليا لكن الآن هذه الشركة بتقوم بشراكة مع أكبر وأعظم الشركات العالمية اللي فحص الأشياء الكريمة الحجار الكريمة اللولو وما شابه ذلك وهذه نحن نتوقع أنه بيكون بداية لإعادة انطلاق هذا القطاع الإلهام وهو يعني له شي نفسي عندنا أظن كفي كل بحرين نحن نشوف اللولو مرة ثانية ياخذ مكان الطبيعي وإذا قدرنا نحن نميز اللولو الحقيقي من اللولو الصناعي طبيعي من اللولو الصناعي بيكون هذا شي طيب هذه بس بعض السياسات يعني اللي مرة ثانية نبيحنا نركز عليها في السنة القادمة السياحة واللولو وتكلمنا عن اللي أنجزنا في القطاع المالي والاقتصادي والاستثمار في المواطن مثل ما قلت لكم هو عبر التعليم والصحة والتدريب وتوفير فرص العمل وهذه الحقيقة اللي يرتقي بالمواطن بالصورة الصحيحة محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية كلنا نعرف أن جلالة الملك آمر بأربعين ألف وحدة سكنية للمواطنين الحكومة قامت بوضع يعني هدف كبير وطموح وهو خمس وعشرين ألف وحدة سكنية في هذه الأربع سنوات ولحد هذه اللحظة يعني عبر المشاريع كلها الحقيقة بناء بيوت مشاريع تمويلية مبتكرة مثل مزايا الحقيقة اللي نجاح نجاح كبير توزيع الوثائق قدرنا نوفر خمسة عشر ألف خمسمية وستة وتسعين مسكن للمواطنين فبقى السنة نخلص الخمسة وعشرين ألف الله يوفقكم معان والمعونة وين باصم إن شاء الله بتقوم وكفوا ما قسرته وأقدر أقول بعد إن شاء الله في خلال قبل نهاية هذه الدورة وهذه السنة بنوفر بعد أربعة أربعة وثمانمائة بيت إن شاء الله بيت ومزايا بعد إن شاء الله نكمل الخمسة وعشرين ألف عد الله يوفقكم تكلمت العام عن الثلين وثلاثين مليار دولار مثال من هذه المشاريع هو المطار الجديد اللي يبنى شفنا جزء منه في الفيلم الافتتاحي وهذه اللي بيرفع الطاقة الاستعابية ثلاث مرات فمطار فعلا بيكون حديث وجديد وثلاث مرات أكبر من اللي عندنا وهذه شيء طيب عندنا المصفال جديد اللي إن شاء الله في خلال أربعة أو خمسة شهر بنعلن عن توقيع لبناء المصفال جديد وهذا بعد شيء كبير في مشاريع في القطاع العقاري في مشاريع كبيرة جاية في الدرب فهذه الثلاثين مليار مو براقم على ورق مو بحبر على ورق هذي واقع وهذا اللي بيصير إن شاء الله فهذا اللي إحنا نتوقعه وجزء من بناء الاقتصاد محور البنية التحتية طبعاً ما بقى في السنة الياية إحنا أصدرنا قانون تنظيم القطاع العقاري وإنشاء المؤسسة مؤسسة تنظيم القطاع العقاري هذي يمكن من أهم المور اللي لازم نقوم بها في السنة الياية هذي لأنه لازم نفعل الغانون ويعني نتوقع أنه خلال الأسابيع أو الشهر الياي أنه هذا يتم وتالي نشوف شلون هذه المؤسسة بتعمل ضمن حكومة البحرين والمجتمع الأكبر محور البيئة والتنمية الحضرية طبعاً اعتمد مجلس الوزراء برئاسة العم العزيز الشيخ خليفة بن سلمان الهدف أنه خمسة في المائة من طاقتنا تكون تحت الطاقة المتجددة فهذه يعني في حلول الفين وخمسة وعشرين يعني العام الفين وخمسة وعشرين وقررنا نحن نطرح في السوق محطة قدرها مئة ميجاوات بالطاقة الشمسية إن شاء الله قريب ومن ناحية أخرى على أساس نحن بعد نحسن من الكفاءة كفاءة توليد الطاقة لأن اليوم التقنية التطور وتحدث فتستهلك قاس أقل وما شابه ذلك من أمور بنطرح محطة تقريبا 1400 ميجاوات في الأشهر القادمة وآخر شيء يمكن وهو محور الأداء الحكومي الحقيقة أنا أشكر اسمه الشيخ محمد بن مبارك اللي أعلم أن نحن بنربط أداء المدارس الخاصة بالامتيازات اللي حصلون عليها فما في امتياز إلا إذا الأداء موجود وبناء على تقرير هيئة جودة التعليم والتدريب لغيرنا اسمها العام الحمد لله صار الاسم أكثر كانش طولة نقدر نحن الآن نقيم عمل المدارس والحقيقة مثل ما شفته يعني عندنا جائزة خاصة حق المدارس وأنا سعيد جدا أني أشوف أكثر من مدرسة بل مدرستين الآن يفوزون بالامتياز أو بالممتاز درجة الممتاز ثلاث سنوات علت له فلهذا السبب كرمنا كرمناهم نقطة مهمة بعد نحن نبتديها في السنة هذه القادمة اللي هو ربط سامحا اللي هو التعليق الصحة أن في سياسة جديدة الحقيقة بداية لتحويل دور الحكومة من مشقل إلى منظم أن نعطي المستشفيات نسميه النظام الإدارة الذاتية فهذه شيء أعلناه وهذه تغيير وتحول كبير يعني ما في داعي أن وزارة الصحية تشقل المستشفيات هي المخروض تنظم قطاع الصحي اليوم عندنا مستشفيات عامة وعندنا مستشفيات خاصة وعندنا مستشفيات عسكرية فضروري أن نحن نجد نظام ونظام مرن وقادر أنه يتواكب مع العصر ويخدم المواطن بأفضل صورة فهذا نظام تجريبي بنجرب وإن شاء الله يوفقنا في تطبيق على الشكل الملائم وفي الختام أذكركم على الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول لأهدافنا وودي أن هذا الملتقى هو ملتقى واحد العام سوينا واحد هذه بيكون طبعاً مثل ما أنتم تشوفون اليوم وبنعد لأربع مؤتمرات مسقرة في كل المحاورة الست بندمج بعضها على أساس نحن نكون جاهزين حق الدورة الياية أو حق برنامج عمل حكومة الجديد فخلال هذه السنة وبداية سنة الياية أتوقع أن نحن نقوم بهذه المؤتمرات وأنا أبي أصنع هذا البرنامج العمل معاكم لأنه لا يوجد فائدة إذا نقوم بالقرار بدون شركتكم وأنتم كل المختص في مجاله فمشكورين على استماعكم وأكد لكم أن التحدي مستمر لكن بزيادة التنسيق والعمل المشترك نحن نستطيع أن ننجح فمشكورين الحقيقة وإن شاء الله هذا الملتقى يكون ملتقى ناجح وتمنى لكم كل التوفيق مشكورين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة